السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الفيديو إذا بيش نرجعوا على إيقاف سيف الدين مخلوف ولي صار يعني أثناء الإيقاف ردود فعل وأخبار أخرين زادا كيف كيف دونك نبدأوا الساعة بالفيديو اللي أحكيت فيه الأستاذة إناس حراث كانت موجودة في منزل سيف الدين مخلوف وقت يجي والعوين بيش يوقفوه وكانت حسبتهم قال تقريبا فوق العشرين عون وسورته وكل القضية هذه اللي صدرت فيه الأحكام العسكرية البارح أحكام عسكرية استئنافية وصفها الأستاذ سامير ديلول هو يترفع على المتهمين وصفها بالأحكام الصادمة في قضية المتار فقدت انفكركم بهذه الأحكام إقضات الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس فيما يعرف إعلاميا بقضية المطار في جلسة عشرين جام في ألفين وثلاثة وعشرين بالأحكام التالية سيف الدين مخلوف عام وشهرين مع النفاذ العاجل مهدي زجروبا حداشن شهر مع النفاذ العاجل وخمسة سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحامات نضال سعودي سبعة شهر ميهر زيد خمسة شهر مع النفاذ العاجل محمد العفاس خمسة شهر عبدالتيف العلوي عدم سماع الدعوة ويقول سامير ديلو علما بأنه قد سبق للقضاء العدلي أن تعهد بهذه القضية وأصدر فيها حكما نهائيا بتاريخ خمسة وعشرين مايه الفين واثين وعشرين تحت عدد كذا كذا يسمي العدد متع القضية الأستاذ عمد بن حليم يقول حسب الفصل 173 من الإجراءات الجزائية لا يحكم بالنفاذ العاجل إلا في الأحكام القابلة للاعتراض أو للاستقناف يعني حضوري استقناف غير ممكن حسب تعبيره من جهته الأستاذ مختار جماعي كتب تدوينه علق فيها على الأحداث وأعود أحكي على محمد عبو شنوها قال قال بره يا عبو الله لا يربحك على قد ما زينت له الفصل 80 حسب تعبيره نرجع للفيديو اللي هبطته وكنت في المباشر يعني وقت لي دقوا البيب على دار سيف الدين مخلوف كنت فيما زوجته كنت فيما هو وكنت فيما المحامية إنيس حراث اللي وثقت عملية الإيقاف بالفيديو المباشر سيف الدين مخلوف يعني كنت في الدار وقعد برشا وقت يمكن سبع دقائق وهو ما يستنوا فيه ولا ثمانية دقائق حاجة كحسب الفيديو بيش خرج وتم إيقافه في ساعة متأخرى من البارح تنفيذ للحكم الصادر على محكمة الاستنافل عسكرية بيش يقضي يعني عقوبة في السجن وخرج بعد ورفع علامة النصر يرفع فيه شعارات بين ظفرين كما يقول هو يسقط الانقلاب حسب الفيديو اللي نشرته الأستاذ إيناس حراث حراث زادة كيف كيف جيت شي مع عيسى وجيت ساميرا شواشي وقتها يعني سمعه وشيفه الفيديو وجيه وممكن هو مقراب من مقر سكنيه يعني وقتها بشي يكلموه معنا بعد ما ادخل في الكرابة وكان في الليل وكان يسيح ويرفع في الشعارات يسقط الانقلاب ويرفع في الشعار علامة النصر قضية المطار زادة كيف كيف التعقيب يوقف تنفيذ الأحكام الصدرة ضد السعودي وعافيس هذا ما قالته المحامي أسليم حمزة البيرح بأن التعقيب أوقف تنفيذ الأحكام الصدرة عن محكمة الاستئنافة العسكرية ضد النائبين السابقين بالبرلمان المنحل نظال سعودي ومحمد العافيس في قضية المطار قالت اسليم حمزة في تدوين على فيسبوك بأن نظال سعودي ومحمد العافيس يقضوا بحالة سراح إلى حين صدور أحكام نهائية في شأنهم باعتبار بأن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئنافة العسكرية لم تصدر في حقهم أحكام بالنفاذ العاجل تقول زادة بأن تنفيذ الأحكام الصدرة ضد سيف الدين مخلوف وماهر زيد والمحامي مهدي زجروبة لا يستوجب انتظار الأحكام النهائية لأنها أحكام بالنفاذ العاجل هذا وضع نحب أن نقول لكم فيصل التبيني نائب في البرلمان المنحل اكتبت تدوينه بعد إيقاف سيف الدين مخلوف قال شهادة للتاريخ منذ أكثر من شهر تقابلت مع زيف الدين مخلوف وزوجته بالصدفة في نيبل بجانب شركتي قلي عنده خدمة في محكمة نيبل وقلي بالحرف الواحد على قريب بيش يرجعوني للحبس حسب شهادة يعني فيصل أتبيني نلقاه زيدا ميلك بن عمر كتب عم مرصد الحقوق والحريات تكتب تدوينه قال الأحكام السجنية الظالمة الصادرة ضد مدنيين من محامين والنواب زادتني قوة وإرادة لمقارعة الانقلاب بكل شراسة حسب تعبيره قال زيد خطوة نقدم لك عشرة ما نخافوش الشعار اللي رفعو نجي وزيد كيف كيف لجمعية المحامين الشبين اللي ندت بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حسب تعبيرها وعبرت الجمعية أنه تندد وترفض رفضها المبتئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هذا كان في بلاغ أزرته البارح بعد الأحكام صادرة على المحكمة العسكرية الاستئنافية ضد نواب اتلاف الكرامة وضد المحامي مهدي زاقروبة في قضية المطار تقول بإني تساند مساندة مطلقة الأستاذ مهدي زاقروبة ذكر بإنه زاقروبة متوجد في تلك الواقع كان بموجب نييبته تبقى مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحامات وأكتت في البيانة متاحة ضرورة استبعاد كل الأغراض والتوظيفات السياسية عن هذا الملف الحقوقي بامتياز وأعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبين تعهيدها لجنة الدفاع عن الدفاع بأعداد الوسائل القانونية والنظالية الكافيلة برفع هذه المظلمة مع دعوة المحامين إلى الإنخراط صلبها حسب تعبيرها دونك جدل كبير على قضية المطار والأحكام الصادرة فيها شفنا برشة ردود فعل تختلف من جخص إلى آخر حسب المواقف السياسية حسب الانتماء السياسي بتاعه شفنا زيدا كيف كيف عبدالتيف العلوي اللي تحكم عليه بعدم سماع الدعوة كيفش البرح يعني عبر على تضامنه مع سيف الدين مخلوف وبقية النواب السابقين من اقتلاف الكرامة واللي تحاكموا في قضية المطار يقعد هذه الأحكام استئنافية اللي تم إيقافهم البرح هما المحكمين مع النفذ العاجل اللي ما همش محكمين بالنفذ العاجل تحكم عليهم خمسة شهور سابعة شرون أما من غير نفذ عاجل ما يتعقبوش يعني نظرا لأنه فما التعقيب الحكم الابتدائي الحكم الاستئنافي ومن بعد فما حكم التعقيب اللي هو بيت وما وراهوش حتى إجراءات أخرى ولا أحكم أخرى هو الحكم النهي يعني في هذه القضية على كل رسميا تم إيقاف سيف الدين مخلوف تانشوفوا تطوير